أعتقد أنه الآن عندما يصدر الأولى هذا الفيديو لدي حقيقة من الحقائق الإقصار المتخب الوطني المغربي مع نظيره الفرنسي وعدم الحضور للقطار كما ترى هنا الحلم للشيخ للقطار وهو القيس ندي باري سان جرمان يعني هذا النهاية فيها إمباطي وفيها نيسي اللي هم تلعبوا في البسيخي والبسيخي هو مولك للقطار دي الأمير دي القطر أما الخليفة هو غير في الصورة فقط كذلك يعني هاد الناس كانوا بغوا هاد شي وهذا سبب عدم الحضور دياله في النهائي ماكرون كان عارف باللي المتخب الفرنسي غادي يفوز هاد الحقائق كلها هاد الفيديو غادي نسمعوه واحنا مقتطر صغير ديال بلاتير يقول باللي احنا ما عمرنا نبغيوه العرب يغلبه وقال مهم نسمعوه مزيان الله يكد ديالكم كثرة بشيو التفاصيل قلتكم محمار غادي بجو غادي نعرفوا الحقيقة وهال حقائق قاد كاتبان وهد شي ماشي السيطات دياله هدا راه العمل ديال الصحافة الدولية ماررويكوس فليسيادس ماررويكوس فليسيادس هابي سيدو من احييبوه انه احنا مهيبوه خوتي السلام عليكم ديما كان قولكم باللي الحقائق غادي تبان مع الوقت فهذا الفيديو غادي نشوفو يعني علاش امير قطر و الزوجة ديالو محضروش في المقابلة ديال النصف النهاية ما بين المغرب و فرنسا فهذا الفيديو غادي نعرفو الحقائق والتفاصيل الكاملة ديالعدم حضور امير قطر امير قطر اللي هو صاحب نادي باريسان جرمان الفرنسي سمعوه مزيد صاحب نادي فاريق باريسان جرمان الفرنسي كي الخليفي ولا كي الخليفي غير في الصورة وصاحب النادي هو امير قطر وهنا في هذا الفيديو غادي نعرفو الاسباب علش محضرش هنا في الصورة كما تشوفو يعني النهائي الذي يحلمو به امير قطر النهائي اللي غادي تكون فيه الارجنتين ممثلة بليون الميسي اللي هو لاعب باريسان جرمان والمنتخب الفرنسي ممثل بكيليان امبابي اللي هو لاعب فاريق باريسان جرمان كذلك وصاحب فاريق باريسان جرمان هو امير قطر هنا الصحافة الدولية غادي نشوفو صحيفة الاس يعني شنو قالتو قبل من هاتش هذا كامل غادي نشوفو تصريح ديال رئيس الفيفا السابق جوسف بلاتير يعني شنو كيقول فهذا تصريح كما سمعتو كيقول انا متمكن يعني مما اقول كيقول نحن لا نريد ان يفوزو العرب ها هو مطرجة ماخوتي وهنا غادي نشوفو شنو قالت صحيفة الاس والبرلمينتو اوروبيو هاد الناس ماشي غير جاو وتاهمو يعني قطر بالفساد شي حاجة كي نتم انا هادش ماشي ديالي غادي نشوفو الاعلام الدولي شنو كيقول شنو كيقول غير هو اعطيونا اللايكات ديالكم ماخوتي كامل عادة فضلا وليس امرا شوفو هنا الصحافة الدولية شنو كيقول نبدو بصحيفة الاسيا اللي خرجت هاد الموضوع وغادي رجع معاكم بالداكرة شوية وغادي تقولوا لي عندك الصح هنا امير قطر يعني ميسي مقابل امبابي النهائي الذي يحلم به امير قطر بالي هنا انا بالاسبانية ميسي كونترا امبابي لفينال صنيادة بور الخيكي دي كاتار كيما كتشوفو هنا اخوتي هادي الصحيفات الاس الشهيرة يعني المتخصصة في الرياضة وهنا غادي نشوفو صحف اخرى هنا هاد الصحيفة كتقول ارجنتينا يعني كونترا فرانسيا فنال صنيادة بور الخيكي اسوس فيغوراس ديالبسيخي فيغوراس ديالبسيخي هما امبابي ونيسي وغادي يعني هنا هاد الصورة شوفو كيفاش يعني الخليفي اللي هو في الصورة هو الرئيس ديالبسيخي ديالنادي باريسان جرمان الفرنسي مع امانويل ماكرون ما كتشوفهم هنا وهذا هو السبب لانهم عارفين كل شي عندهم مرتب وانا غادي نعطيكم التفاصيل اذا عقلتو كليان امبابي هاد النجم ديال منتخب الفرنسي وديال نادي باريسان جرمان كان القضية ديال تعاقد دياله مع نادي ريال مدريد كانت يعني تحسمات صافي السيد ماجي البسيخي ولكن تحركوا بزاف تحركوا بزاف حتى يعني تقلب الرأي ديال مبابي وقنعوه انه يبقى يعني في البسيخي لانهم كانوا بغين يعملوا اتشهير ديال المونديال ديال قطار كما قلتكم قطار هي اللي قتملك نادي باريسان جرمان وميسي اللي كان حتى هو اذا تعقله معايا كان يعني بشكل نهائي كان تقرر وتحسم انه غادي بقى مع فوتبول كلوب بارسلونا ولكن فجأة كل شي تبدل يعني الناس خدامين كل شي تبدل والمخطط يعني وهو هادشي غادي نقرأ عليكم في هاد المقال ديال الاس اه يعني هاد الناس كل شي كان محسوم عندهم ميسي كان غادي بقى بارسلونا والامبابي را كان خرج بالتصريح قبل وخرج بعدية التويت وقال يوم يكيدوا هكين بارسلونا ولكن وفجأة انك تحتدتش واحد نفهم شي حاجة اذا تعقله الصحفي هذا الشهير بيدريرول هذا اللي كيهني المغرب هنا في هاد الفيديو تشابو للاسبان صراحة الصحافة والشعب مسبة مهمة من الصحافة والشعب الاسباني مع المغرب قلبا وقالما كيما كيشوف هنا هذا التصريح ديال جوسيب بيدريرول اللي كيهني المنتخب الوطني المغربي اللي كان اكد باللصافي ميسي سكيدا ان البسيخي ان البارسا وامبابي سكيدا ان الريال مادريد ولكن فجأة كل شي تقلب اسمعو جوسيب بيدريرول وانا غادي مشون صحيفة الاس غادي نفتحو المقال وغادي نشوفو يعني شنو قالت صحيفة الاس بلا من انسو البرلمان الاوروبي يعني اقالت نائبات رئيسة البرلمان الاوروبي وعدت اعضاء اخرين وتحويلهن الى التحقيق هنا نفتحو المقال ديالاس ونشوفو شنو كيقول بالعربية ميسي مقابل امبابي النهائي الذي يحلم به الشيخ القطري وهذا هو لانه شوف احت الرئيس الفرنسي اذا كانش متأكد مئة في المئة ان فرنسا غادي تغلب ميجيش ميحضرش المقابلة الرئيس القطري عارف اللي مهم عارف اللعبة محضرش لانه كي مزاب الناس يقول لك هناك علاقة جيدة يعني مع ماكرون والرئيس القطري وخير دليل هو شراء نادي باريسان جرمان ديال العاصمة الفرنسية من طرف قطر يعني الشيخ ديال قطر هو يعني المالك ديال الباريسان جرمان اما الخليفي فهو غير دمية متحركة هاتش رام عروف والصحافة الدولية كلها عارفة هذه القضية دي وانا قلتكم ولهذا كانت تحركات في البرلمنتو ايروبيو تم القبض على هاتسيدة اليونانية اللي هي نائبة رئيسة البرلمان الاروبي وعدة اعداء اخرين ومن بينهم زوج ديال الايطالي اللي كي قلوب اللي هو اعترف بما نسبة اليه وجاري التحقيق بالي اخوتي يعني هات الناس مش غير جاو وكان هنظر على البرلمين لانهما عارفين كينا شي حاجة ما وهالكلام يؤكده جوسيف بلاتير اللي حتى هو يعني دوز السجن في الاسباب ديال هات التلاعوبات لهو ولا بلاتيني اللي هو كان رئيس الاتحاد الاوروبي لكورة القدم وبلاتير ولا الكاميروني كذلي كان العضو دياله يعني هادو كلهم يعني حصلوا بالكوروبسيون ودوزو يعني السجن واتشاذة كامل كلهم عرفتش ما شي جديد عني ناقوتي غير هو نكمل لكم هنا انا قلتكم بزرد الناس ما عارفين شه هات القضية لانا اه كانت وعود كانت وعود الميسي ويمبابي وشي حاجة كبيرة بشي غيروا لانا مبابي كان نقولوا احنا كنساني معا ريال مادريد وميسي كذلك والناس اللي كتفهم في الكورة غادي تفهم هات الكلام اللي كيتقال اخوتي واش تفهمنا؟ هاي الناس اللي كيفهموا في الكورة غادي يفهموني مزيان ميسي ما يمكنش يتخلى على النادي الام دياله اللي كبر فيه وتربى فيه وطلع فيه وهذا ما يمكنش حتى في الاواخر دياله غادي يمشي وميسي الحرقة دياله هي كأس العالم يعني الحلم دياله لاناو كي عايروا بمرضونا كأس العالم ما بديتش كأس العالم وخدتي كل شي يعني بأي تمامي سيخسو يدي كأس العالم مهم شي حاجة اتمنى ما ما غيرتش ندخل في التفاصيل ويمبابي كذلك وهادو يعني بجوش بههم مستشهرين يعني القطر يعني هما ماشي شراوهم على باريسان جرمان او لهم يعني حبا في باريسان جرمان وما عندهم اهداف اخرين وهتشير عارفين هم الناس يعني الناس اللي كي دقوا كي حقوا اخوتي ومنهم شو المقال للارجنتين وفرنسا تبتسمان ويلتقي الفريقان يوم الاحد تداء من الساعة الرابعة مساء في الدوحة في النهائي الكبير لكأس العالم حيث سيتنافس الفريقان الحصول على ما سيكون نجمهما التاليط مبارزة بين قوتين كرة القدم عرايات كل منهما لليوني ميسي وكلياني مابيم وجدت بين اثنين من افضل لاعبين على هذا الكوكب بالاضافة الى اثنين من نجوم باريسان جرمان نادي ارتبط ارتباطا وثيقا لأكثر من عقد بالبلد الذي تقام في نهائية كأس العالم وكان ذلك في عام 2011 عندما اشترى جهاز قطر للإستمار سلعين في المئة من الفريق ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن النمو وهنا كأس العالم وصورة باريسان جرمان وعامل امبابي كان كأس العالم في قطر حزر الزاوية في مشروع الشيخ الرياضي لعدة سنوات سيتوجه هذا التعيين الان بطريقة ديال قطر سبورت والبيسيخي متالية تقريبا لصورة كيريا لنبابي مع لاعب الامتياز في مواجهة افضل لاعب في القرن ليوني الميسي ويعني لاعب الصاعد واللاعب اللي غادي تتسالي اللي هو ليوني الميسي في مواجهة افضل لاعب في القرن ليوني الميسي سيكون لقاب على المحق وذلك افضل لاعب وافضل هدافي البطولة وهذه الناس كيهمهم الماركيتينج كما قلتكم هذ الناس كيهمهم الماركيتينج كيهمهم البيع والشراء وهنا يعني لطالما كانت اولوية باريسان جرمان ان يكون امبابي حضر رموزه خلال مونديال قطر وهذا هو السبب عناش ما خلاش يمشي لريال مادريد هو مربما يعني في السنة القادمة يقدر في تشارو ريال مادريد وقد جعله معروفا لهم خلال العملية التي توجد بتجديده الآن وهو على خطوات واحدة من نهائية كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وهو يبلغ من العمر 23 عام فقط لطالما ميسي والالبسة لم يوقفوه على اي حال ومما حدث فان باريسان جرمان سيشعر وكأنه فائز حتى ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية استغل زيارته لتهنئة قطر على تنظيم كأس العالم مما يدل على العلاقات طيبة بين الدولة الفرنسية والمضيفة لكأس العالم احيانا الدول التي لا تتحدث سياسيا تتحدث مع بعضها البعض حول الرياضة ولقد تمكنت من رؤية امير قطر كذلك عليك ان تدرك ان قطر تنظم هذه المسابقة بشكل جيد يعني هنا مربما يعني من خلال هات المقال دير صحيفة الاص وعدة مقالات يعني اخرى ومنهم صحفيين ارجنتينيين الارجنتين اللي هي طرف هات النهائي هنا هات الصحفي يعني الشكوك قبل النهائي الكبير يوم الاحد وهذا الصحفي هو ارجنتيني تترق الى نظريات مؤامرة المحيطة بمباراة ارجنتين وفرنسا التي تقول ان كل شيء مدبوخ كما تشوفو هنا هاد المقالات سبحان لي اخوتي هذا الفيديو كان متقطع شيئا ما يعني تليفون عمار وكيقطع عودة كان رجع نكمل اخوتي ما نطورش عليكم زيان وانا دائما غادي نبحث في هاد انا قلتكم الحقيقة غايجي واحد النهار وغادي يتبان وهذا يعني طرف من الحقيقة يعني اه الامنية ديالهم وهو النادي ديالهم هو اللي يكون يعني اه في المقابلة النهائية هاد الناس ديال بين سبورت هاد الناس انتو ما عارفين الناس ديال السيتمارات ديال الفلوس ديال هذا ما ما بيهم لا بلا ما نكمل من عندي اخوتي ثم اكملوا من عندكم المهم ما نطورش عليكم بزاف اه اه تلوي فراسكم مسيا سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته